برافقة في الإصابة ومقاولة كعدامها وأكيد أننا نفتح مجال حادية أن الطواكم الثبية لا العناية فيه لأن كما تعلموا هذا الوثن لأخر لحظة ضلت المعاناة وضلت إرهاب يعني وعدونا أن يكون التسليم على ما يسمى بعوفر وهناك تم التبديل وذهب فيه إلى الشيف وترك وحده يعني هذا بحد ذات إرهاب وعداد مستمر مع الإصابات اللي هو موجود فيها مرة أخرى الحمد لله على سلامنا وبنتمنى السلامة لكل الجنوى والرحمة إن شاء الله للشهداء يلا يا أخواني أخواني يلا السلام وسمحكم يلا 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 يا اخواننا. تعديدينكم. افتح الطريق الكادر الطب. الله يخليكم. يلا يا اخوان. مركونا. مركونا اطفاء. يلا. يلا يا شباب. لو شباب لو صبحتم. كريم. كريم خلنا قط ابو برا. يلا ثاني. يلا يا يلا يا. كريم خلنا قط ابو برا. يلا. 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر